اجراءات امنية مشددة هنا في بروكسل خلال القمة السادسة بين الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي اكثر من ستين زعيم من القارتين حضروا القمة العديد من الموضوعات سيتم مناقشتها في غضون يومين فقط تشير تقديرات الى ان 25% من السكان الافارقة لديهم امكانية الوصول الى الانترنت ويمثل التحول الرقمي اولوية للعدد من البلدان بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يشكل الافتقار الى البنية التحتية الرقمية احد التحديات العديدة المشكلة الاولى هي التنظيم يجب علينا التنظيم الانشطة الرقمية بشكل مطلق في القارة هذا يعني وجود قواعد واضحة تحدد شروط الوصول المشكلة الثانية هي مشكلة تتعلق بالمحتوى نحتاج الى التأكد من ان تطبيقات التي سيتم تطورها في القطاع الرقمي تلبي احتياجات الناس من اجل التنظيم وتمويل التحول الرقمي كانت جمهورية الكونغو واحدة من 136 دولة انضمت الى الاصلاح الضريبي الدولي الذي ابرم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيؤدي هذا الى التأكد من ان عمالقة التكنولوجيا يدفعون نصيبهم من الضرائب بشكل عادل في افريقيا لديك الكثير من الحوافز الضريبية المهضرة والتي تنتج عن ضغط الشركات متعددة الجنسيات التي تقول لبلد ما من فضلك اعضني اعفاء وان لا ساذهب الى بلد اخر وباقرار حد ادنى للضريبة بنسبة 15% ستتاح للبلدان الافريقية الان الفرصة لوضع حد لهذا الامر وهذا يعني مداخيل مهمة وفقا للعديد من اعضاء البرلمان الاوروبي فان التجارة اداة اخرى يمكن ان تفيد الاقتصاد الافريقي يوجد الكثير من رأس المال البشري من شباب ورائدات اعمال هناك حضور قوي للمرأة في الاقتصاد الافريقي خاصة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الكثير من الفرص في القارة ويجب ان يكون الاتحاد الاوروبي الشركة التجارية لافريقيا عندما يتعلق الامر بالتجارة العادلة بالجمع بين الضرائب والتجارة العادلة ورأس المال البشري يمكن للاقتصاد الافريقي ان يحقق قفزة عملاقة نحو مستقبله الرقمي